زون ميكس الرجاء البيضاوي المغربي شنو رأيك في الانتداب هذا يا مكرم حمزة الجلاسي يون بيس مترس في الاتوال مي كمم كبير شوية في العمور يذولي 32 ان على أبواب 33 سنة في 29 سبتمبر حمزة الجلاسي هو الانتداب الرابع للترجي في سيغا معناه يكون اللعب حر وحمزة الجلاسي بانتماء والترجي يكون الفريق التاسع في مسيرته بشير والسابع كفريق تونسي لأنه كانت عنده تجارب خارج تونس حمزة جلاسي مدافع محوري ستنجور بوليفالون باش ينجم يلعب كل صواف المحور ولا حتى لاعب ارتكاز أمام الدفاع وزد على ذلك لعب كوم روليور في وقتا ما مع الاتحاد الرياضي المونستيري صحيح الموسم الفارد تقدم أداة متميز مع النجم الرياضي الساحلي على 29 مباراة تسجل سبع هداف معناه مدافع وقتا لي يسجل سبع هداف مينجم يكون كان متميز قيمة التسويقية الحالية 500 ألف يورو أفضل قيمة تسويقية خلطت لها في مشواره 750 ألف أورو انترناسيونال زاد كان متميز مع الأندية اللي لعب معهم بشير في الدوري التونسي وخلى كان لانتباعات البيعية وهذا التميز وهذا معناه الأداء العالي ما كانش هو نفسه مع المنتخب نهيلك تيلة مسيرته في المنتخب تم ادعوته خمسة مرات فقط للمنتخب وشارك منهم أربع مباريات ودية فقط مباراة الرسمية الوحيدة لعب فيها تقيق حمزة معناه جلاسي يعطي أكثر حلول للمدرب اليوم على مستوى الخيارات نعرف المركز فيها اللي هما دوزا كسيو اللي هما دوزا انترناسيونو اللي هما مريح وتوغاي لكن في وضعيات ينجم يعاوض بار اكزامبل في بعض المباريات توغاي ويعطي أكثر هامش من الخيارات المدرب كردوزو بشعول على أجنبي آخر ربما في وسط الميدان أو معناها في الهجوم زد على ذلك اللاعب معناه متعود بالأجواء عنده ثلاثة ألقاب في مسيرته أعتقد وأنه انتداب معناها للحاضر في المتوفر في السوق كلاعب تونسي انتداب أعتقد في بلاستو المفاوضات متواصلة مع يوسف لبليلي رغم التصريح اللي كانت لابيه لقناة الهدف الجزائرية اللي مانفيش كونه تلقى عرض مدى الترجي رياضي التونسي وقال معتا كاريما اللي أنا نخمم بش نرجع نكاور في الاسبرانس ونلعب معاهم الكوب دي ماند دي كلوب قال اللي زادة حمدي المد بحكيم على بريزيدان بتاع المولدية وعرض عليه مبلغ خمسة مئة ألف أورو تسكر متاعي بتاع متاع تونس حاضرين وكنت النجم نسافر أما يعني قررت نقعد على خاطر الجمهور ويحب يعمل معها من بالسيزان العام الجاي مع المولدية مصدر من الترجي قال يراه المفاوضات ما زالت متواصلة مع يوسف البليلي صحيح رغم التصريح هذا صحيح الرغبة مشتركة بشير بين الترجي وبين يوسف البليلي معناها كل طرف ماذا به معناها تصير الزيجة هذه ويكون يوسف البليلي في الموسم الرياضي القادم الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين كلاعب في الترجي رادي تونسي لكن الموضوع طويل شوية طويل نسبيا وهذا هو المركات بشير نعرفه زد على ذلك الأحداث المتسارعة الأخيرة اللي صارت في الجزائر وأنه الرئيس استقال هذا الكل معناها ممكن زادة في الحالتين تكون أكثر رغبة ربما عن طريق الأحباء بش يوسف البليلي يمكن يتمسكوا به يبقى وزد على ذلك نجم يوسف البليلي يرى معادش الأجواء تشجع في اتحاء في مولودية العاصمة على البقاء وربما يختار وجهة الترجي المفاوضات متواصلة جماهير الترجي الأغلبية نسبة كبيرة فهم بدون شك تتمنى وجود البليلي لأنه اللاعب الحاسم حتى وهو في سن تلاثة وثلاثين يبقى على المستوى القري اللاعب اللي يعطيك الحلول في الخط الأمامي على مستوى التمرير على مستوى الأنهاء نهيك في ستة وعشرين مباراة ثلاثين مساهمة تهدفية ستاشن هدف واربعتاش نسيس الموسم الفارق البليلي ما زال في جيرابه الكثير بما يقدمه مدامك حكيت على الخط الأمامي والحلول الهجومية ذا ما يجرنا بش نحكيه على البرازيلي رودريغو رودريغيز اللي واصل التمرد على الترجي الرياضي التونسي المليابي ما زال موجود في البرازيل ما عادش يحب يرجع على التونس عنده ينفخ غاديكا ينفخ لوكال مع فريق برازيلي الترجي معناتها تصلت به مرارا وتكرارا وتوى معناتها دخلنا في الفاز كل نهار يغيب عليه يعني قاعد يتفكتر معتها اخطايا ذوما وين تنجم توصل لحكاية هذه متع رودريغو رودريغيز من حق الترجي بيقوم بالإجراءات اللي لازم يقوم بها بشير اللاعب غياب غير مبرر وجهوله الدعوة أكثر من مرة وإلى حد الآن متخلف هذه عقلية غير احترافية بالمرة اللاعب لم يحترم تعهداته ولم يحترم عقده ولم يحترم ناديه ترجي موقفهم واضح أعطاوه سوم معين خلوله جيب رغم اللي في العقد في المفيش بند يسمح له بشي غادر ما عندوش بند تسريحي يسمح له بشي غادر لكن إلى حد الآن أخلى بكل التزاماته وليس بهذه العقلية بشي نجم يكون يفيد الجروب وبشي نجم يكون معناها يفرض حتى الانضباط على الجميع ماهوش معقول اللي يقوم به رودريجو رودريجاز وعلى التراجي فعل بشير منذ الأسبوع بداية الأسبوع عقد كيبا سوي اللاعب فعله العقد لأنه كان في صيغة إعارة مع مستقبل سليمان بشي وفر حل من الحلول ورغم هذا الكل التراجي في الخط الأمامي ما زال يحتاجه الجودة وما زال يحتاجه كذلك القيمة منتع اللاعبين بعض التفريط في ثلاثة لاعبين في الخط الأمامي في مركز الجناح بوكيا لاعب الجزائري غشة وزد عليهم اللاعب السابق للأولمبي الباجي بوغر اللي هو بوغر التراجي كذلك مكرم في حاجة إلى جاماهيرو جاماهيرو اللي فما هك شوي بعد ما تم الكشف على أسعار الاشتراكات اللي فيهم ما نعتبرها اعتبر الاشتراكات هذية بغضة الثمن وقت نحكي وعلى 180 دينار بالنسبة للفيراج 120 دينار بالنسبة للبلوز 400 دينار بالنسبة للانسانت سوبريور 600 دينار بالنسبة للانسانت انفيريور 900 دينار بالنسبة للتريبون فما زيادات متع 30 دينار توصل حتى لمية دينار يعني زيادة مقارنة بالاشتراكات تقول لك خويا أنا عندي معتا استحققات كبيرة تستنافية عندهم لشامبيانس ليغ عندهم لسوبر ليغ عندهم لشامبيانس ليغ الكوب دي من دي كلاب وكوب دي من دي كلاب ما فيش دي سابون ما دي سابون ما ما يقضيو شايف ولا دنك دنك بيان سور غير من نسي والبطولة والكيس دنك سي لوكازيون و جمي باش لسوبرتير يدزم على الجماعية بدون شك بشير من واجب المحب اللي يبدأ عنده امكانياته وتسمح له بشقة طاعة معناها الاشتراك في بداية الموسم حتى يتلافى معناها الصعوبات ما بين قوسين اللي يلخاها طوال الموسم في عدة مباريات ونعرفه المشاكل اللي تصير خاصة في بعض المباريات الكلاسيكية والدربي وإلا حتى في شامبيانس ليغ مع المنافسين التقليدين اليوم فما تملمن من جانب نحب التراجي على غلاء جانب بانسور مع تملمن نشن عمو على خاطر طبعا بانسور يدور علينا في الريزو صحيح بشير جانب مرة أخرى نعودوها ونكرروها وأنهم معناها يراه وأنه الأسعار كبيرة وكان من معناها يراه من وجهة نظر تاحهم التراجي من أمور المادية لباس ورب يزيدوا خاصة على المدخيل اللي دخلها في الموسم الفارق زد على ذلك جمهور التراجي يحتل بشير الرقم القياسي في عدد الاشتراكات للموسم الفارق 17 ألف مشترك في حدود 17 ألف مشترك في حدود 17 ألف مشترك ولكلهم كانوا فرحانين وكانوا يمنيوا النفس باش يكون إقبال كبير إذا كانت الأسعار ربما ممكن هيئة التراجي تلبي نداء جماهيرها الفئة من الجماهير اللي طالب بتخفيض الاشتراكات هذية ومن حقهم لأنه نعرف المقدرة الشرائية مايش النسكول تقدر على الأسعار هذيك بعد موجز الأخبار موجز لحدش ونص باش نحكيه على النادي الافريقي اللي قاعد جاهز في روحه باش يدخل في تربص في مدينة تمرق انطلاقا من غدوة ونحكيه كيف كيف على الأتوال اللي تخل اليوم في تربص في جمارة تربص يتواصل